بسم الله الرحمن الرحيم من جبيع المواد التي تهم المرأة الحامل جنينها ومولودها الورقة اللي هتكلم فيها إن شاء الله اليوم هي عبارة عن فقر الدم عند الأمهات الحوامل الأنيميا بشكل عام ليست نادرة هي بالعكس موجودة في كل العالم ليس فقط العالم العربي نسبة السيدات الحوامل تقريباً 40 إلى 60% مصابين بفقر الدم نحن بهمنا هنا فقر الدم نتيجة نقص الحديد في الجسم وليس فقر الدم لأمور أخرى هناك مسببات أخرى إننا سنركز عليه اليوم إلا هو نقص الحديد المسبب لفقر الدم الشائع عند السيدات الحوامل ما من شك يسبق الحمل أحياناً دورة غزيرة فكثير من السيدات بيكون عندهم دورة غزيرة مسببة لنقص الحديد وبالتالي إلى فقر الدم الأبحاث وجدت حوالي 40% من السيدات الحوامل يبدأوا حملهم بفقر الدم ونقص في الحديد فبالتالي يعني تعاطي جرعات الحديد اليومية أثناء فترة الحمل لأهمية كبيرة نقص الحديد في الجسم ممكن يؤدي لا سمح الله إلى ولادات مبكرة إلى القصر في نمو الجنين إلى أحياناً نزيف أو يعني معقبات غير حميدة لفترة الحمل أو ما بعد ولادة كذلك وجدنا الأطفال المولودين لأمهات عندهم فقر دم ممكن يكون عندهم صعوبة في النمو ممكن يكون عندهم أيضاً صعوبة في الأمور العصبية كالتفكير أو الحركة أو ما إلى ذلك بالشكل العام فقر الدم هذا ينتج عن نقص مادة الحديد المتوفر في الأغذية نوعية الغذاء مهم لأنه هناك كثير من الأغذية التي تحتوي على الحديد ولكن الأهم من ذلك هو امتصاص الحديد داخل الأمعاء وهذه نقطة مهمة جداً لأنه أحياناً تجي الحامل بنعطيها أرس الحديد لجيها بتشتكي من مغص أو إسهال أو إمساك أو حتى كمان استفراغ الأعراض هذه أحياناً بتحد المرأة الحامل إنها تاخد الحديد لذلك الآن في التوجهات الحديثة لعلاج مرض النقص الحديد أو المسبب لفقر الدم في الحوامل في عندنا كزب دائل أولاً ما في شك نحن بنحاول نعطيها القرص الحديد من الشهر الثالث نبعد عن الشهر الأول والثاني لأنه بيكون لسه المعدة حساسة وأساساً حاجة الحديد بتكون لسه مات يعني وصلنا لكمية لحتاج كبير ما في شك من الشهر الثالث لازم نبدأ الحديد قرص يومياً ما نحتاج نعطي أكتر من قرص لأنه ما نحن نستفيد من القرص الثاني مجرد إن النمعاء أخذت أول قرص بعد كده بتأفل هي ما بتأخد ما تمتص أي زيادة في الحديد بعد كده إلا هو نحن بنحاول نتابع الحامل المستوى الهيموغروبين ومستوى مادة الفيرتين عشان بس تعرفيها ممكن تقول الدكتورك أنا أبغاء من نسبة الفيرتين في الدم لأنه هي دي أدق النسبة لتحديد إذا كان عندك نقص في الحديد في جسمك أو لا فحياناً بنكون نحصل الهيموغروبين نسبته كويسة يعني 11 أما فوق ولكن مادة الفيرتين بتكون ضعيفة جداً وبالتالي هذه بنقول لها أنت لازم تحتاج تركيز أكتر في تعاطي الحديد الآن لو وجدنا المرأة اللي بتاخد الحديد بتشتكي من مثلاً أعراض الأمعاء والمعاوية بسبب تحسسها من الحديد نفسه إيه اللي ممكن نعمله؟ التربية العامة فيه الآن توجه أوروبي من سويسرا من بريطانيا كذلك أستراليا إلا هو باستخدام الحديد عن طريق الوريد في هناك مادتين موجودة في السوق الآين سوكروز والفيرك كالبوكسي مالتوز هذه كلها بتعطيها عبارة عن حديد عن طريق الوريد واحد فيهم الفيرك الـ FCM هذا بيعطى مرة واحدة أو مرتين يعني في الأسبوع مرة وخلاص لأنه مفعوله بيكون طويل وأحسن أو هناك اللي هو اللي نسمع عنه الفيروساك والإنسوكروز هذا اللي بيعطى كل يومين جرعة في الوريد ميزة التعاطي الحديد عن طريق الوريد إنه ما فيش أي أعراض معاوية أو تأثير على المعدة ولا الأمعاء بالتالي نحن ممكن نعوض الخسارة أو الضعف أو النقص اللي عندها من الحديد بسرعة يعني هائلة في خلال أسبوعين كذلك نوصل لأرقام أعلى من نسبة الهمجلوبين ممكن نوصل فيها إلى 12-13 الفكرة في استخدام الحديد الآن كانت بس لما يكون الهمجلوبين ناقص كتير حتى نعطي الحديد فيه الآن تصر توجه علمي إنه مرونة في استخدام الحديد يعني حتى لو واحدة قالت والله أنا مش عايزة الأورل التعاطي الحديد بالفم عايزة بالوريد عادي ممكن نبدأها على طول باستخدام الحديد عن طريق الوريد فيه كمان موضوع تاني اللي هو الآن جات حبوب جديدة هي معروفة من زمان مادة اسمها اللاكتوفيرين هذه طبيعي ميزتها إنها بتطلع كل الحديد الممتص في الأمعاء ولكن لم يدخل إلى الدورة الدموية بيطلعوا من خلايا الأمعاء ودخلوا على الدورة الدموية هنا كده نحن يعني ممكن الواحدة اللي عندها تحسس الحديد ممكن تاخد المادة دي اللاكتوفيرين بس بدون استخدام حديد لوحدها ممكن هي تعليلها نسبة الحديد في الجسم وبالتالي بتتعلى نسبة الهيموغلوبين بدون أي أعراض معاوية أو حاجة تأثر على حياتها اليومية كده نحن بالفعل بنركز على نقطة مهمة جداً في حياة الهيموغلوبين بالنسبة لحوامل المفروض كل حامل تعمل زيارة للطبيب من أول ما تعرف أنها حامل شهرياً بعد اكتف التامن كل أسبوعين وفي التاسع كل أسبوع زيارة الطبيب دي مهمة جداً اللي هو بيحدد الأيام أو المراحل اللي ممكن بيئيس فيها نسبة الهيموغلوبين ونسبة الفيريتين هذه هي اللي الآن تقريباً التوجه العلمي ساير فيها يمكن سمعتوا شوية حاجات جديدة تناقشيها مع دكتورك ونحن دائماً يعني بيهمنا جداً صحة الأم تبدأ من مجرد تحسين غذاء لمكملات غذائية لشوية عقاقير دوائية بسيطة زي الحديد دي بتنظم الله إن شاء الله يعني حمل سليم وإن شاء الله ولادة آمنة ومستقبل جميل لأولادها تحياتي لكم وشكراً